اشتركوا في القناة مملكة البحرين هي نقطة التقاء للحضارات بين الشرق والغرب وملتقا عريق للطرق التجارية مؤكدة أن موقع مملكة البحرين الجغرافي الاستراتيجي ساهم في ترسيخ انفتاح وقيم التعايش لدى الشعب البحريني وجعلها وجهة مواتية لعدة قرون وهو نهج المملكة الذي تسير عليه وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي جعلت من البحرين مملكة للسلام وقالت الصيرفي ان تعزيز صناعة السياحة المحلية يقع ضمن اولويات حكومة مملكة البحرين حيث تم اطلاق استراتيجية السياحة للمملكة ضمن خطة التعافي الاقتصادي لابراز مكانة البحرين كمركز عالمي للسياحة وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي مضحة في ذات الوقت ان المملكة سجلت اسرع معدلات التعافي السياحي عالميا بنسبة تجاوزت الثمانين بالمئة منذ الانتشار العالمي للجائحة وبدوره اكد وزير شؤون الاعلام بان مملكة البحرين مستمرة في نهجها الداعم لتعزيز اسس ومبادئ التعايش والسلام لتحقيق مستقبل افضل لدى المجتمعات والشعوب مشددا على مخرجات ملتقى البحرين للحوار في مد جسور الحوار بين قادة الاديان والمذاهب ورموز الفكر والثقافة والاعلام من اجل تعزيز التعايش العالمي والاخوة الانسانية هذا واكد الوزير ايضا على توافق الرؤى بين مضامين كلمات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وقداسة البابا فرانسيس وفضيلة الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين التي دعت جميعها الى نبذ العنف والكراهية ودعت الى التعايش والسلام مشددا على ان البحرين ترحب دوما بالجميع وتحرص باستمرار على تعزيز كافة المبادرات الرامية لترسيخ التعددية الثقافية ومفهوم السلام والمحبة والتقارب بين الاديان ترجمة نانسي قنقر